غاب حراس المنارات عن أبراجهم المضيئة في هذا العصر لكنها لم تنطفئ إذ وجدت طريقها إلى البقاء من خلال التحول إلى مضافات لعشاق البحر الباحثين عن أماكن إقامة غريبة توفر لهم مثلا غرفة نوم على ارتفاع 30 مترا أو مشهدا بزاوية 360 درجة أو حتى مغامرة عزال على جزيرة صخرية صغيرة تشبه قصة روبنسون كروزو على مرمى حجر من ميناء لوريون في منطقة بريتاني الفرنسية تنتصب منارة كوربل التي باتت خارج الخدمة منذ العام 1989 وتوفر المنارة التي أعيد تأهيلها منظرا دائريا مثهلا لمياه البحر الفيروزية وللشعب المرجاني الكثير المنتشر فيها وتطل أيضا على شقيقتها الكبرى وهي منارة أخرى بطول 82.5 أمتار هي الأعلى في أوروبا وهذه المنارة التي وضعت في الخدمة عام 1902 لتوسيع نطاق المنارة الصغرى باتت اليوم مفتوحة للزوار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر